اشتركوا في القناة الذين سيرافقونه في الزيارة عبر منع أعضاء حزب بوديموس من مرافقته إلى المغرب ووفق الصحيفة الإسبانية فزيارة سانشيز تهديف الحضور إلى الاجتماع الرفيع المستوى مع الحكومة المغربية حيث أن اللقاء كان ضمن البنود التي تم الاتفاق عليها في آخر زيارة لسانشيز إلى المملكة المغربية الشهر أبريل الماضي وإعلانه عبر رسالة على دعم إسبانيا للحكم الذاتي والمصار الأممي لقضية الصحراء المغربية الاجتماع الرفيع المستوى بين الحكومتين المغربية والإسبانية لم ينعقد منذ سنة 2018 بسبب جائحة كورونا وأيضا الأزمة الدبلوماسية التي أعقبت دخول بن بطوش إلى إسبانيا بشكل سري بمساعدة من مسؤولين إسبان أبرزهم وزيرة الخارجية السابقة التي أطيح بها من الحكومة بعد الغضيحة هذا وفي خبر أخر أصدر أمير المؤمنين الملك محمد السادس بمناسبة عيد المولد النبوي الشريف عفوه السامي على 672 شخصا من المحكوم عليهم من طرف مختلف محاكم المملكة منهم المعتقلين 508 ومنهم الموجودين في حالة صراح 155 العفوة الملكية شمل أيضا تسع نزلاء من المحكومين في قضية الإرهاب أو التطرف عاهل البلاد أبى إلا أن يسبغ عفوه المولوي الكريم على هؤلاء النزلاء بعدما أعلنوا بشكل رسمي تشبثهم بثوابث الأمة ومقدساتها وبالمؤسسات الوطنية وبعد مراجعة مواقفهم وتوجهاتهم الفكرية ونبذهم للتطرف والإرهاب نشكركم على حسن المتابعة إلى اللقاء